توصلت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز إلى هوية الجاني الذي أقدم على اغتيال الأستاذ يالحق الأهدل صباح السبت الماضي وقال مركز الإعلام الأمني بشرطة تعز إنه تم في وقت سابق ضبط سائق الدراجة النارية الذي فر على متنها المتهم بالجريمة وضبط ثلاثة مشتبهين آخرين بضلوعهم في الجريمة وعشر المركز إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة في إجراءاتها وتعقب الجاني ورصد تحركاته ليتم ضبطه وإحالته إلى جهة الاختصاص